اشتركوا في القناة 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 هتبقى كفيلة ان انت هتبقى دي اختصار معروفة لمرض فيروس كورونا والذي تسببه طبعا انا هنا بتكلم خدناها في الريلاتف كولوز قبل كده بتكلم على فيروس كورونا اللي هو غير عاقل فهجيب طبعا احنا عارفين دس يعني الموت ممكن يبقى معناها حالة وفاة وادرج ما هو عادي حول العالم هبدأ مع بعض دلوقتي الريبورتد سبيتش الكلام المباشر وغير مباشر الدرس ده حضراتكو اخدتوه في تلتة عدادة في البداية بعد كده اخدتوه في أول سنوي وتانية سنوي ودلوقتي هو موجود معنا في تلتة سنوي في الوحدة اليونت 10 11 12 في الوحدة العشر واليحداشر واليثناشر تمام اذا الدرس ده يناسب كل المراحل العمرية وكل الطلبة بتوعنا بتقسم لتلتة اجزاء اولا الريبورتد سيتمينز الجملة الخبرية فيه كمان الريبورتد كويسشنز اللي هي الجملة الاستفاهمية وعندي كمان الريبورتد أوردر الجملة الأمرية هنبدأ بالستيتمينت ونشوف الكلام ده بيجي ازاي في الامتحان بشكل برضو مبسط بحيث ان احنا نقدر نكسب وقت في المراجعة بتاعتنا هبدأ بالستيتمينت بالجملة الخبرية يعني ايه الاول ريبورتد سبيتش علي سيد تونورا الكلام ده بسميه كلام دايريكت كلام مباشر ده الكلام اللي تقال ده الكلام الحقيقي انا دوري ان انا انقل الكلام ده لشخص تاني فبيتقال بيتسمى ريبورتد سبيتش او بيتقال ان دايريكت سبيتش كلام غير مباشر كلام غير مباشر هيحصل حاجة احنا هنحس بيها وفيه جزء احنا مش هنحس بيه تعال نبدأها مع بعض علي ستة نورة ده بسميه المتكلم وده فعل القول وده بسميه المخاطب مخاطب عندي هنا ده سبجيكت ده فرب ده اوبجيكت دول اسمهم انفرتد كوماز الاقواص بتاعتين اللي بيتبين ليه ان الجملة بتاعتين مش محولة فالشكل الطبيعي بتاع اي جملة مش محولة بلايه متكلم ولايه فعل قول فعل القول بيكون حاجة من الاتنين في الجملة اللي مش محولة بيكون ستة او سد ايه الفرق بين ستة و سد ستة محتاجة بعدها اوبجيكت سد مش محتاجة بعدها اوبجيكت فعلي قال النورة انا سوف اتصل بك غدا لما بحاول انقل الكلام ده report speech وانقلو المستر احمد مثلا او انقلو الولادنا هيتحاول ازاي علي بيفضل زي ما هو ستة بتتحاول الى told ونورة بتفضل زي ما هي وطبعا ما ننساش ان فعل القول اللي هو ستة لما بيتحاول ممكن يتحاول ل told ممكن يتحاول ل promised ممكن يتحاول ل admited اعترفة ممكن confessed ممكن denied عندي verbs كتير asserted اكده assured اكده عندي كذا فعل ممكن استخدمه لكن الطبيعي والمتدول بالنسبة لك انك عارف said to بتتحاول الى told to inverted commas بيتشاله ممكن يحط بدلهم ذات وممكن ما استخدمش الذات في الجملة الخبرية i دايما بلاقي الجملة بتاعته غالبا بلاقيها بدأ ب i او ب you i دا اللي هو المتكلم اللي قال الكلام اللي هو بيبقى علي ف i بيبص على علي فبيتحاول الى he لاننا لما بنقل الكلام علي قال للنورة ان هو كلنا حاسينا ان فيه تغيير ان i هتبقى هي لكن الجزء الثاني اللي لازم تعرفوه ان انا دلوقتي نقلت كلام اتقال فلازم بحول الجملة الاقدم يعني احول الجملة الاقدم حول زمن الجملة يعني احول زمن الجملة وعندي اشكال كتير لدي مبدئيا will لازم تتحول الى what يبقى what phone you طبعا بتبقى عايدة على المفعول اللي هو نورة وهنا في وضع المفعول فتبقى her tomorrow الظروف الزمنية بتتحول الى the following day او the coming day او the next day الشكل ده بيكون بالنسبة لي كده في الامتحان اي جملة محولة بيكون الفاعل رقم واحد ثم الفاعل رقم اتنين ثم لازم يكون زمنه ماضي ويعني ايه كلمة ماضي بقى عشان يبقى الناس فهم الكلام اللي انا بقوله ونبقى متبينه يعني حضرتك ما تختارش will حضرتك تختار لي what حضرتك ما تختار ليش can حضرتك مطلوب منك تجيب could ما تختار ليش shall و shall دي لها شكلين ممكن تبقى should في حالة suggestion في حالة الاقتراح وممكن تبقى would في حالة future في حالة المستقبل لان احنا عارفين ان المستقبل بيبقى يا will يا shall تمام will what shall should can بتبقى could may بتكون might must بتكون had to حضرتك دايما الجملة reported speech الجملة المحولة بتشتغل معايا على الجزء ده بتشتغل معايا على الجزء اللي هو المحول اللي هو تشتغل على would على could على shot على would على might ايا كان فيهم طيب عندك ايه كمان ممكن تستخدمه مرة تانية ممكن ال present symbol لو الجملة بتاعتي present symbol مضارع بسيط انا بحولها على طول لpast symbol لماضي بسيط لو الجملة بتاعتي present continuous مضارع مستمر بحولها الى ماضي مستمر وافكر الناس present symbol ده اللي هو كان الverb infinitive الفعل في المصدر او الverb plus s هيتحاول ال past symbol الverb plus d اللي هو التصريف التاني ال present continuous اللي هو am و is و are plus verb plus ing لما هيتحاول هيتحاول ال past continuous الماضي المستمر اللي هو was aware plus verb plus ing energy عندي كمان ال present perfect المضارع التام ال present perfect المضارع التام بيتحاول لpast perfect الماضي تام اللي هو have will be be have و has طبعا will be be بيتحاول الى had will be be دي الازمنة الطبيعية الاساسية اللي انا بتعامل معها فده اي حاجة من دول هتلاقيها متحولها للشق اللي هناك طب فرضا ان الجملة كانت past simple كانت ماضي بسيط يجوز ان تبقى كما هي ويجوز ان تحاول الى past perfect الى ماضي تام اللي هو have will be be ويفضل انك انت تشتغل عليها على طول have will be be كل الكلام ده كلام جميل كل الكلام ده كلام نظري بيتقال وشوفناه في كتب خارجية كتير واسمعناه كتير لكن الكلام ده بيجي ازاي في الامتحان تعال نروح للتكات اللي بتيجي دايما في الامتحانات سنوية عامة بمعنى اولا ممكن يجيلي جملة طبعا reported محولة وممكن تجيلي جملة اصلية ما بين two inverted commas ما بين الاقواص التنصيص اللي احنا شايفنا حضرتك كل اللي مطلوب منك انك تعرفه ان طالما الجملة محولة تتأكد ان الفعل رقم واحد والverb رقم اثنين ولازم يكون زمنه ماضي بمعنى هيجيلي مثال في الامتحان ويقول لي سارة told علي that she not him the coming week والي will visit would visit had visited ولا يجيب لي can visit بمجرد ما بشوف جملة زي دي وما لقيتش two inverted commas الاقواص موجودة عندي اصبحت جملة محولة فالفاعل رقم واحد والفاعل رقم اثنين وزمنه ماضي انت ماضي لا انت ماضي اقصد انها محولة would visit اوكي انت ماضي اوكي انت ماضي لا عندي اثنين عندي would visit وعندي had visited يا ترى اختار مين في الاثنين اتأكد دايما من الظروف الزمنية اللي موجودة في الجملة هجري على اخر الجملة دول على الفيوتر لقيت فيها the coming week اللي كان اصلها next week اذا الجملة future مستقبل وكلنا عارفين ان المستقبل will والمصدر ده المعنى ده الاساس بتاعه بيتحول الى ودو المصدر يبقى الاجابة would لو نفس الجملة وبدل the coming week جابها the week before دا كده ماضي جابها the week before جابها the previous week تمام اي حاجة تدل على الماضي هنا خلاص انا كده عرفت ان الجملة كانت the week before اعرف الاساس بتاعها كان last week يبقى كانت ماضي بسيط الماضي البسيط بيتحول الى ماضي تام في الحالة دي هابدأ اروح لها جاب لي مثال تاني وقال لي سامي told runner that he وجاب لي space وقال لي then study is studying was studying would study اشتغل على الشكل اللي اتفقنا عليه الجملة محاولة مفيش inverted commas الفعل رقم واحد الفعل رقم اتنين ولازم يكون زمنه ماضي انت ماضي لا انت ماضي لا انت ماضي اوكي انت ماضي اوكي معايا اتنين محاولين was studying would study هروح لاخر الجملة هلاقي كلمة zen اللي حضرتك لازم تكون حافز الجدول بتاع التحويلات اللي فيه الظروف الزمنية دي هتفرق معك جامد اوي بمجرد ما تلاقي zen تبقى عارف ان كانت في الاساس now يعني كانت present continuous مضارع مستمر انا لما ليه هختار 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 الماضي المستمر اذا هم ثلاث اشكال بيتكرروا في كل الامتحانات اول ملاقي كلمة دل على future the coming week the coming day الكلمات دل على المستبل اشتغل على what plus infinitive لما بلاقي the week before the day before earlier اي واحدة هتتطل على الماضي البسيط هحاولها على طول الى past perfect الى ماضي تان اول ملاقي then اعرف انها كانت now فكانت present continuous بس تتحول الى past continuous الثلاث امثلة دول اتكرروا كتير اوي في امتحانات سنة عامة من الثمانينات لحد الان بيتكرروا لكن في سؤال حلو قوي بيجي ويقول رانا told علي that she not to لندن the day after وقال وقال will fly would fly was flying had flown سؤال سؤال مهم ولازم الناس تحطوا في حسابتها رانا قالت لعلي ان هي هتسافر لندن بكرة طبعا fly هنا بمعنى يسافر بالطائرة اي طالب مستعجل وفاكر ان السؤال سهل هيروح الى اخر الجملة هيلاقي في the day after اختصر لتومارو معناها بكرة او بعد بكرة فانا عارف ان ده مستقبل فعارفت ان will هيتحول الى wood فالطالب العشواء هيختار كلمة woodfly لكن انا في الاخر هعمل له غلط طب ليه الاجابة دي غلط لان احنا عندنا انواع كتير للفوتشر عندنا present symbol المضارع البسيط اللي بيعبر عن المستقبل في حالة time tables عندنا going to الخطط والنوايا والقرارات والprediction with evidence والتنبؤ بدليل عندي كمان present continuous المضارع المستمر بيعبر عن الفوتشر في حالة واحدة وهي حالة الarrangements وهي حالة الترتيبات ودي مهمة جدا عندي فلما بقول رانا قالت لعلي انها هتسافر بكرة لندن فبكرة بالطيران لانها هسافر بالطيارة ماينفعش هسافر بكرة لندن بالطيارة من غير ما يكون حاجز الطيران من غير ما يكون معايا فيز اذا الموضوع محتاج arrangements محتاج ترتيبات وطالما ترتيبات يبقى الجملكات present continuous مضارع مستمر هتتحول الى مضي مستمر سؤال موضوع عبد الحناد سنوية عامة وجاء قبل كده فلازم الناس تحط في حساباتها ده طيب الاسئلة ديت اسئلة مباشرة والناس كلها متعودة عليها وجاءت كتير في امتحانات قبل كده طيب ايه اللي ممكن يبقى فيه فنيات او ممكن يبقى فيه افكار حضرتك انت مطالب ان طالما الجملة محولة يبقى الفاعل رقم واحد والفاعل رقم اتنين ولازم دايما زمن وماضي ما عادة في الحالات اللي هقولها هاني هاز وقال لي اختار عليها وقال لي اختار وقال لي اختار ايه طالب هيشوف الجملة دي دور على الانفرتت ملاقاش فعرف ان الجملة محولة يبقى الفاعل رقم واحد والفاعل رقم اتنين وزمنه ماضي ما عادة تلات حالات الحالة الاولى اذا كان فاعل القول مضارع او مستقبل وانا بقول مضارع اي نوع من انواع المضارع يعني ممكن فاعل القول برا يبقى say او says ممكن فاعل القول يبقى tell او tells بس بشرط طبعا لازم يجي بعدهم object ممكن فاعل القول برا يبقى has told ممكن يبقى has said ممكن يبقى will say اذا كان فاعل القول اي زمن من ازمنة المضارع حضرتك مطلوب منك ان الفاعل رقم واحد والفاعل رقم اتنين وزمنه مش ماضي يعني مش هيتحول للزمن يعني انا هجيد الزمن الاصلي بتاعي اللي هو البي واحد يقول لي يا حضرتك مخترتش باي هقوله ما ينفعش تكون الجملة present simple اساسا لان الفاعل هنا السبجكت مفرد والمفرد ما بياخدش الفاعل بلاس اس ودي كانت محولة خلاص بالنسبة لي يبقى ده برضو شكلتين النوع التاني امتى ما حولش زمن الجملة ما بحولش زمن الجملة برضو للأدم اذا كان الجملة تعبر عن fact عن حقيقة بالنسبة لي في مثال وقال Balboz عاطنшие زمن هو باردد موقع that fish upstream well swam swims had swim god وقال اختار رانا says كلنا شايفين ان فعل القول برا present مضارع غير كده كمان الجملة جوه حقيقة fact رانا قالت ان السمك بيسبح upstream مع الطيار فانا هنا بتكلم عن fact فالfact يبقى الجملة بتاعتي present symbol فأي حد بيفكر يحل الجملة دي بيختار كلمة swims لانه عارف ان المضارع البسيط الفعل في المصدر او الفعل باضافة s واول ما شاف fish اما قيل الفعل باضافة s وانا هعمله غلط لان fish هنا مش معناها سمكة واحدة سمكة واحدة a fish لكن لو انا بتكلم على السمك بصفة عامة خلاص اصبح fish اذا لو اقول سمكة واحدة يبقى fish لو هقول a fish اسف لو هقول السمك بصفة عامة يبقى fish وهنا عشان هو جمع بياخد الفعل في المصدر ده النوع التاني انه عالت تالت لما اقول ريم said if we heat ice at وجاب ال space melt melts melted had melted وعلي اختار هقول ريم قالت if we heat لو احنا بنسخن التل أو بنحط التلج في الشمس التلج اللي بيحصل له يدوب بيانصهر انا بتكلم على fact وطالما fact يبقى present symbol يبقى verb infinitive أو verb plus s subject بتاعي مين الفعل مين اللي قبل النقط ات انت تاخد الفعل باضافة s يبقى ريم قالت لو احنا بنسخن التلج التلج ده بيانصهر قاعدة f zero conditional الحالة الصفرية ما بتتحولش بتبقى كما هي ليه اولا لنا fact ثانيا ال present symbol سيبقى كما هو present symbol لانه بيعبر هنا على حقيقة طيب دول حالتين من الحالات اللي انا ما بحولش فيهم زمان الجملة النوع الثالث اذا وجدنا خارج الاقواص كلمة just now a moment ago recently اي حاجة تدل ان الحدث تم منذ فترة وجيزة لمعنى لما اقول هاني said a moment ago هاني قال من دقيقة بالزبط that he not me will phone ولا would phone ولا had phone لما حب اختار مثال زي ده انا شفت بره كلمة said فالناس عارفة ان فعل القول ماضي فالمفروض اختار ماضي بس بمجرد ما لقيت كلمة a moment ago لقيت كلمة just now لقيت كلمة recently هاختار الجملة مش ماضي يعني مش محولة للادم يعني هاخد وال phone ثلاث حالات اساسيين ما بغيرش فيهم زمن الجملة للادم لو الجملة fact لو فعل القول بره مضارع او اذا وجدنا خارج الاقواص كلمة تدل ان الحدث لم يكتمل بعد فيه لقطة مهمة اوي ودي ممكن توقع طلبة كتير الطلبة كلها عارفة طالما الجملة محولة يبقى الفعل رقم واحد والفعل رقم اتنين وزمنه لازم يكون ماضي لكن مثال زي ده تن minutes ago Amira said that she not the house tomorrow will will clean clean what clean had cleaned الطبيعي ان الجملة بتاعته محولة فالفعل رقم واحد والفعل رقم اتنين ولازم يكون زمنه ماضي لكن لو خدنا بالنا 10 minutes ago من 10 دقايق بس فاته اميرة قالت لي ان هي هتنظف البيت بكرة هنا السؤال بكرة ده جاء ولا لسه لسه مجاش لسه مجاش اذا هنا الحدث لم يكتمل ولم يحدث احنا دايما بنقل يا مصر رحمد من اول الحلقة بنقول كلام حصل بنقل الكلام اتقال لكن دلوقتي انا بنقل الكلام بس الحدث لسه متمش طب انا اعرف منين الحدث لسه متمش اولا قال لي هنا 10 minutes ago ثانيا الظرف الزمن اللي في اخر الجملة ما تحولش طالما الظرف الزمن اللي في اخر الجملة ده ما تحولش اذا بيبين لي ان الحدث خلاص لسه لم يكتمل وفي الحالة دي ما باخترش الزمن الادم في الماضي بسيب الجملة بتاعت زمنها الطبيعة خالص اللي هو الكلين لا اعتبر برضو مهمة جدا لازم الطلبة طبعنا لازم ياخدوا بالهم منها طيب ايه كمان ممكن حدك تقوله في الريبورتد سبيتش نقول بقى في حاجات ما بتتحولش في الريبورتد سبيتش يعني هنا said that she wished علي hear the truth وحاول هنا then till tells told has told لازم نخلي بالنا I wish لما بيجي بعدها subject I would rather لما بيجي بعدها subject had better had better برضو لما بيجي بعدها subject لما بيجي بعدها فاعل اي واحدة في دول طالما جاي بعدهم فاعل ما بختارش الزمن الادم في الجملة فيبقى هاني said ذات هاني قال ان she وجدة علي ان هي اتمنى اخته مثلا اي حد اتمنى ان علي يقول لها الحقيقة انا هنا في وجد وفي جاي بعدها subject تسيب زمن الجملة الاصلي اللي هو كان fast ليه واش لما بيجي بعدها فاعل بجيب بعدها الماضي فبسيب الزمن زي ما هو نفس الكلام ينطبق على wood rather ما بغيرهاش نفس الكلام ينطبق على had better ايه كمان عندي كمان wood like من ضمن الاشياء اللي ما بتتغيرش عندي use the two من ضمن الاشياء اللي بيجي بعدها برضو المصدر ما بيتغيروش عندي كلمة could عندي كلمة should عندي كلمة might بسيب الازمنة زي ما هي بالظبط بنقله زي ما هو في الجمل المحولة في ايه كمان حضرتك ممكن تقوله في الجملة الخبرية قبل ما تروح للحالة الاستفهمية في الجملة ممكن كمان يقول رانا وقبل space that hair children were still awake وقال told complained promised وجاب كمان أي فعل خلينا مثلا has told رانا قالت ان الاطفال were still awake ما زالوا مستيقظين مثال زي ده المفروض انا هنا هستبعد كلمة told وهستبعد has told لان الاتنين محتاجين بعضهم object محتاجين بعضهم مفعول فلما اقول رانا ايه ان الاطفال ما زالوا مستيقظين هل هي وعدت ولا اشتكت اشتكت complained ان الاطفال لسه صحيين لحد وقت متأخر دايما افتكر اني مش بس انا هسيب كلمة said زي ما هي او هحول said to لطول لانا ممكن اختار اي فعل من الافعال بس بشرط انه يناسب الجملة طبعا هاني هاني دينايد هاني انكر كيلينج هز نيبر هاني انكر النقاطة للجار بتاعه يجوز اننا استبدل البربل اللي هو said بفعل زي دينايد ولازم بقنا اعرف الجرامر بتاعيونة سورتين الافعال اللي بيجي بعدها المصدر والمصدر والانج فانا هجيب دينايد دينايد بعدها بلس اينج ممكن اجيب ممكن اجيب بس حزاري في مثال مهم بيقول رانا سجيستد ذات علي اكتب وقال ام از بي وير اي طالب مستعجل في مثال زي ده هيشوف سجيستد ذات ولي بعدها فاعل يبقى الجملة محولة فالفاعل رقم واحد والفاعل رقم اتنين ولازم يكون زمنه ماضي وانا هعمل لك غلط سجيست ذات انسيست ذات ريكم مند ذات لما بييجي بعضهم سابجيكت فاعل عندك حاجة من الاتنين يأما تجيب لي فيرب انفينتف فعل في المصدر يأما تجيب لي شود بلاس انفينتف شود والمصدر هل هنا في في الاختيارات شود مفيش انا ما عنديش غير الفرب انفينتف الفعل في المصدر اللي هو كلمة بي في ناس تستصعب الجملة شوية تحس ان الجملة شكلها غريب لكن ده ده نورمال ده طبيعي انت اجيب فيرب انفينتف فعل في المصدر مع سجيست ذات مع ريكم مند ذات مع انسيست ذات شغال كل ده برضو ينفع معي ايه كمان من ضمن الحاجات اللي موجودة عندي في الريبورت سبيتش المهمة هنروح الاول لجملة الاستفهمية هي ما بتفريش كتير عن الجملة الخبرية غير ان هي الشكل بتاعها علي سيد تورانا وير از يور باك كمال سيد عندي نوعين من السؤال النوع الاولاني من السؤال الطبيعي هو السؤال بيبدأ بادات استفهم ودايما بعد اداة الاستفهم بلاقي فعل مساعد ثم فاعل النوع التاني من السؤال هو السؤال اللي بيبدأ باصلا يا اما بأجزل ريفورب فعل مساعد يا اما بموضل بفعل ناقص اللي هو السؤال اللي بيبيعجاب to yes or no فانا دلوقتي دول النوعين اللي موجودين عندي في الجملة الاستفهمية لو الجملة مش محولة هلاقي فيها الانفرتد كوماز هلاقي فيها الترتيب ده اداة استفهم فعل مساعد ثم فعل ثم في الاخر question mark وبرضو لو السؤال تاني بفعل مساعد هيكون فعل مساعد ثم فعل ثم فعل رئيسي طب لو الجملة reported محولة واحد بحول الى ask وهنا الموضوع اختلف انا كنت في الجملة الخبرية بجيب told بجيب بس 7 ساد زي ما هي لكن في الجملة الاستفهمية بحولها الى ask هنزل رانا زي ما هي بشيل الاقواص ويحط نفس اداة الاستفهم لكن المرة دي الترتيب بتاع الجملة هيختلف هيكون where ثم الفعل رقم واحد ثم الفعل رقم اتنين ولازم يكون زمنه ماضي you're هتبقى بالتعيد على رانا هتبقى where هنتأكد مع بعض الجملة محولة حضرتك عرفت منين مفيش inverted commas فحطيت اداة الاستفهم الفعل رقم واحد والفعل رقم اتنين وزمنه ماضي وفيه في الآخر full stop يبقى where hair card hair book ووز طب لو السؤال ده بدي بفعل مساعد او فعل ناقص كمال هيفضل زي ما هو كمال ستو هيتحول الى ask نورة او نادا هتنزل زي مهية هشيل الاقواص المرة دي وحط حاجة من الاتنين يا ويذر يا ويذر بس نخلي بالنا ويذر دي مش ويذر دي لان ويذر دي معناها التقص لكن ويذر دي معناها اذا او لو طيب كمال أسكت نادا اف يو هتبص على نادا هتبقى اف شي كان هتتحول الى could drive a car الجملة بتاعته محولة الفعل رقم واحد الفعل رقم اتنين ولازم يكون زمنه ماضي يعني ايه زمنه ماضي يعني محول في جملة حطيت هنا اف او ويذر بتعرف مني انها جملة استفهمية بلاي برا اسكت بلاي قادة استفهم او بلاي برا اسكت و بلاي جوه اف او ويذر حضرتك في الجملة الخبرية في الستيتمنت قلتلي انه في بدائل لطولد حضرتك قلتلي ممكن استخدم بروميسد ممكن استخدم سجستد ممكن اسورتد ممكن كليمد عندي حاجات كتير هل في الجملة الاستفهمية في بدائل لكلمة اسكت اه طبعا في عندي wanted to know يريد ان يعرف في عندي inquired استفسر استفسر في عندي المهمة قوي wondered يتساءل wondered بالO مش wondered بالA يتجول دي تجول خلاص لكن انا هنا بشتغل بالO فدائما لما الفعل قول بتاعي بيكون ماضي هشتغل الفعل رقم واحد والفعل رقم اثنين ولازم برضو يكون زمنه ماضي سؤال بيقول في الجملة الاستفهمية تلاتي جاب لي hand ask it ولا when the day before start started starts had started hand hand ask hand 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 دي سألت ولاء متى الفيلم بدأ بالامس الفيلم كان الساعة كام كان الساعة تساعة وتمانية أو عشر الجملة دي محولة عرفت منين ما فيش inverted commas يبقى يبقى أداة الاستفهم دي يعني كانت يعني كانت past simple past simple يحول إلى past perfect إلى ماضي تام يبقى الإجابة بتاعتي had started طيب لو كانت هنا في كلمة the coming day مستقبل مستقبل خلاص عرفنا المستقبل طيب لو كانت زن زن خلاص يبقى أجيب was where والverb plus ing بقت محفوظة سواء في الجملة الخبرية أو في الجملة الاستفهمية هناء wanted to know هناء أرادت أن تعرف لازم أكد ان wanted to know ان انكوير ان واندر دي بالأو ما بيجيش بعضهم object ما ينفعش يجي بعضهم مفعول أسكت يجي بعضهم مفعول لكن دول ما يجيش بعضهم مفعول هناء wanted to know not علي would come or not where if whether whether حضرتك قلت لي في الجملة الاستفهمية بمجرد ما لاقي برة wanted to know خلاصة أنا بقيت عارف انها جملة استفهمية فلازم يجيب لي أداة استفهم او يجيب لي if whether وحضرتك قلت من شوية ان if whether بيساووا بعض هل يجرؤ في الامتحان انه يجيب if whether الاثنين في الاختيارات مع ان الاثنين نفس الاستخدام ممكن يجرؤ بس بحالة واحدة لو هو حط كلمة or not بمجرد ما يحط كلمة or not الاولوية بالنسبة لي هتكون لكلمة weather weather ومنساش ان weather دي معناها التقص يبقى هقول هنا أرادت أن تعرف لو علي ووت كام هيجي ولا لا دي كانت كمان الجملة الاستفهمية الجملة الأمرية order الكلام فيها سهل قوي ما فيهوش كلام كتير لازم تبقى عارف ان لها شكلين موجودين الامر المثبت نادر said to heba open the book نادر قال للهبة افتح الباب علي افتح كتاب او افتح الكتاب علي said to russia don't watch the match دي جملة أمرية مثبتة ودي جملة أمرية بس منفية طبعا بحاولهم ازاي نادر بتفضل زي ما هو said to يتحول الى told وينفع ordered وينفع requested هبة زي ما هي بشيل الأقواص واحط to في الجملة الستيتمنت الخبرية كنت بحط that في الجملة الأمرية او في الجملة الاستفهمية كنت بنزل نفس ذات الاستفهم او if or whether في الجملة الأمرية بحط to بشرط ان بعدها infinitive وتبقى جملة positive ايجابية نادر أخبر هبة to open the book ان تفتح الكتاب الجملة بالشكل ده محاولة to plus infinitive نفس الكلام علي said to russia don't watch the match علي warned russia حزر حزرها مش لازم بيبقى warned ممكن تبقى told ممكن تبقى ask نفس الكلام في الجملة الأمرية احط warned عادي احط told عادي واشيل الأقواص لكن طالما الجملة محاولة لازم هاشيل كلمة don't وتبقى not to to watch damage دماج اذا الجملة بتاعتي هنا برضو محاولة حضرك عرفت منين انها محاولة مفيش inverted commas في بره warned يبقى هحط هنا not to لو حاجة positive ايجابية تو لو حاجة negative بيمنعها واللي عرفني انها negative ان فيه warning هنا فيه warning فيه تحذير يبقى not to watch دماج دي كانت الجملة الأمرية بنهي الكلام خالص بمثال أخير في كان في الجملة الاستفهمية لما قولي الحد هل تعرف how much وحاطة وحاطة question mark the car is the car was is the car was the car جملة محاولة بالنسبة لي أي طالب هيبص عليها هيبدأ الأول يتوتر إزاي هي جملة محاولة مفيهاش inverted commas وإزاي فيها في الآخر question mark إزاي هنا question mark ومفيش inverted commas ده اللي مدايقه أولا يا بني عشان تبقى انت فاهم أنا بحط الفلسطوب اللي في الآخر عشان أنا بادئ الجملة بنادر هنا أو بادئ الجملة بعالي هنا وفي الجملة الاستفهمية كنت ببدأ كده لكن أنا هنا بحط question mark لإن أنا بادئ بدو وبما إني بدأت بكلمة دو خلاص بقى فعل القول بالنسبة لي مضارعة هيبقى أنا هاختار دايما المضارعة يبقى أنا عندي the car is أو is the car اللي اتنين دول المتاحين بالنسبة لي هل تعرف how much is the car ولا the car is الجملة دي ما فيهاش inverted commas يبقى الفعل رقم واحد والفعل رقم اتنين ليه مهوش ماضي لأنه فيه كلمة دو جميل جدا طبعا استمتعنا ما حضرك بالشرح كالعادة وفي عجلة سريعة كده هنقول بعض الكرارات اللي قالها الوزير كده في دقيقة مع بعض طبعا سوف نستعرض أهم كرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بالامتحانات في الظل الظروف الرهنة أولا KG1 و KG2 ولا ابتدائي وتاني ابتدائي سوف يخضع عداء الطالب لتقييم المدرس المسؤول عن هذه المرحلة تاني حاجة الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي ما فيش امتحانات تيرمي تاني وسوف يقدم الطلاب في هذه المراحل بعمل بحث هيقوموا بعمل بحث لكل مادة بالتنسيق مع مدرسي المدرسة ثالث حاجة الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي اللي امتحانات هتكون من خلال التابلت والطالب في المنزل رابع حاجة والأخيرة الشهادات العامة زي الشهادات الصف الثالث الاعدادي والصف الثالث الثانوي هتكون الامتحانات كما هي في موعدها المعلن في السابق حتى الآن حفظ الله مصر وحفظ شعبها شرفتنا بستر محمد حبيب مستر أحمد ترجمة نانسي قنقر